موسيقى 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 بحب أكرر نفس الدعوة كما ذكر القس إليه هو اقتبس في المقدمة آية فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس والنور يضيء في الظلمة والظلمة لم تدركه على ما يبدو أنه قوات الظلمة سوف تحارب دائما لكن الغير مؤمن بشخص المسيح مكتوب إله الدهر قد أعمى أذهان غير المؤمنين لكن افتح قلبك ليسوع المسيح واسمح له أن يأتي بشمسه الصاطعة لكي يشرق في حياتك لكي تنال الشفاء والبركة لأن الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة هو الذي أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح كما سمعنا الذي هو صورة الله اسمح للمسيح أن يشرق في حياتك عندها سيحدث معك كما حدث مع الرسول بولوس قال له الرب الذين أنا الآن أرسلك إليهم كي تفتح عيونهم كي يرجعوا من ظلمات إلى نور ومن سلطان الشيطان إلى الله كي ينالوا بالإيمان به غفران الخطايا ونصيبا مع المقدسين إخوتي وأخواتي إن غرض الله أن يفتح عينيك الروحية غرض الله أن يشرق في حياتك برسالة الخلاص فهل تفتح قلبك ليسوع؟ هو وعد من يقبل إلي لا أخرجه خارجا اشتركوا في القناة